لماذا يعتبر البعض كتب الأبو كريفة أو الكتب الغير قانونية الثانية أنها كتب موحى بها من عند الله ما هي الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك؟ وما الرد على هذه الأسباب؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم تكلم يا رب فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات وهنتكلم النهاردة عن تكملة موضوعنا الشيك عن كتب الأبو كريفة أو الكتب الغير قانونية الثانية في الحلقة الماضية اتكلمنا عن بعض الأسباب التي دفعتنا لرفض هذه الكتب وكان على رأسها وأهمها بدون نقاش هي أن اليهود أنفسهم لم يعترفوا بمثل هذه الكتب أنها كتب قانونية أو كتب موحى بها من الله هي لها تأدير عندهم ككتب تاريخية ولكن ليست كتب موحى بها من الله لكن لما بنشوف هنا النسخة الترجمة اليسوعية مثلا ضمت هذه الكتب اللي هي الغير قانونية إيه الأسباب إيه الأسباب اللي لأجلها ضمت هذه الكنائس هذه النوعية من الكتب اللي اليهود نفسهم لم يعترفوا بوجودها أو بوحيها فيه أربع أسباب رئيسية السبب الأول بيقولوا أن الترجمة السبعينية اللي كانت سنة 280 قبل المينات حاوت هذه الأصفار وردين عليها المرة اللي فاتت وقلنا أن الترجمة السبعينية لم تترجم فقط القتب القانونية قتب العهد الأديم اللي هي 39 ولكن ترجمتها الكثير من الأداب اليهودية الأخرى فهل كل الترجم من الترجمة العبرية إلى الترجمة اليونانية في الترجمة السبعينية يعتبر كتب موحى بها من الله؟ تأكيد لا بالتأكيد لا فهذا سبب لا يعتد به أبدا السبب الثاني بيقول أن كتبت العهد الكديد اقتبسوا منها في كتابهم ورب يسوع اقتبس منها في بعض أقواله ولو افترضنا أن فيه اقتباسات فهل الاقتباسات دليل أن هذه الكتب هي كتب موحى بها من الله؟ تأكيد لا مثلا بولوس الرسول نفسه اقتبس من الأداب اليونانية وألقى ما قال بعد شعارائكم هل معنى أن بولوس اقتبس من الأداب اليونانية وأنه خد من بعض الشعاراء اليونان أن كتب اليونان هي كتب موحى بها من الله؟ فيش إنسان بيتفق على كده أبدا الاقتباس مجرد استشهاد لا يدل على صحة الوحي لهذا الاقتباس ولكن يدل على الفكر اللي عايز يستخدمه المستخدم نفسه أن يوصل فكرة معينة للناس السبب الثالث اللي بيتقال عليه أن بعض أباء الكنيسة الأوائل قد وصفوها بأنها مقدسة موحى بها بل حتى أن بعض المجامع المسيحية الأولى قد أقرت بقانونيتها وده برضو تكلمنا عنها الحلقة الماضية أن أغلب أباء الكنيسة رفضوا هذه الكتب فليب ناخد الرأي الشاز إذا الإجماع العام رفض إذا الإجماع العام رفض ليب ناخد الشاز ده معناها أن فيه حاجة غلط رابع حاجة بيقولوا أن هذه الأصفار غير موجودة في الكتاب المقدس عند اليهود المسمى التناخ لكنها يعترفون بتاريخية هذه الأصفار وبعد أعيادهم مثل عيد الأنوار اللي هو الحنوكة تم استسقاؤه من سفر الميكابيين والبعض بيقول بما أن اليهود نفسهم أخذوا من سفر الميكابيين على سبيل المثال أعيادهم زي عيد الأنوار يبقى معنا كده أن هم كانوا بيعترفوا بيها أن أصفار موحى بها من الله بالتأكيد لا الأصفار زي الميكابيين دي أصفار تاريخية بتقول على التاريخ اليهودي اللي بيحكي عنهم وكأصفار تاريخية فيش أي مشكلة معاها أن احنا نتعلم منها أن احنا نعرف الحضارة اليهودية في الوقت ده بالذات اللي هو 400 سنة إلى وقت مجيء المسيح أو 100 سنة قبل مجيء المسيح وأن احنا نعرف بالزبط الوقت ده تاريخيا العداد والتقاليد والأفقار والسياسة والمجتمع ولكن تعتبر في دائرة التاريخ وليست في دائرة الوحي المقدس ولو شفنا التاريخ أو قرينا التاريخ بنشوف مثلا إمتى الكنيسة التقليدية اعترفت بهذه الأصفار كأصفار موحى بها بنجد أن الاعتراف ده تم في القرن السادس عشر بالتحديد في مجمع ترينت في المجمع ده اعترف بهذه الأصفار مو قالوا لها ما حطوهاش في المتن ما حطوهاش في داخل الأصفار نفسها ولكن قالوا أنها أصفار قانونية سانوية أصفار قانونية سانوية كان الهدف ايه؟ الهدف كان واضح جدا في خلال الوقت ده أنه في خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر كان فيه حركة إصلاح كبيرة جدا جدا في الكنيسة وتمت على أو كان على رأسها المصلح مارتولوسر اللي كان بينادي الخلاص بالإيمان وأن الصداقات وأن سكوك الغفران دي أشياء ضد تعليم الكتاب المقدسة فحتاجت الكنيسة وقتها دعم من الأصفار أو أصفار أنها تستند إليها عشان تقاوم تعليم مارتولوسر ما لقيتش في هذه الأصفار اللي كانت معتمدة لدى الكنيسة لكن لقيت فين؟ لقيت في الأصفار المحزوفة أو الأصفار الغير قانونية الأبو كريفة لقيت فيها بعض التعليم اللي تقدر تستند إليها عشان تقاوم تعليم مارتولوسر وتعالوا نشوف إيه هي التعليم دية اللي الكنيسة احتاجتها عشان تقاوم تعليم مارتولوسر أو التعليم الإصلاحي في ذلك الوقت تعالوا في الأول نشوف إزاي أن الكتب دية كان فيها أخطاء مش بس أخطاء عقائدية أو لهوتية ولكنها أيضا كانت أخطاء تاريخية نشوف مثلا أخطاء من الأخطاء التاريخية بيقولوا أن نوبو بلاسر هو من دمر نينوى وليس نبو خزنصر ده ملك وده ملك آخر التاريخ بيقول لنا نبو خزنصر هو اللي دمر نينوى مش نوبو بلاسر اتنين مختلفين تماما في عوقات مختلفة تماما قالوا أن سين حريب ملك مكان أبيش المناصر خلاص مع أن والد سين حريب هو سرجون شخص مختلف تماما تعالوا نشوفوا الأخطاء اللي أيضا موجودة فيها الأخطاء العقائدية بقى ونركز عليها جدا شوفوا الأخطاء العقائدية اللي كانت فيها في سفر توبيا مثلا بيقول إن أحرقت كابت حوت ينهزم الشيطان مين يصدق كده إن أحرقت كابت حوت تجيب حوت تصطاده تحرق الكبد بتاعه الشيطان يتغلب الرب يسوأ قال كده الرب يسوأ قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصم والصلاة في سفر توبيا يقول لك لا احرق كبد تحوت أساطير أساطير ليست من كلام الله على الإطلاق بيقول إن توبيا صاحب في رحلته ملاكا اسمه رفائيل وكان معاهم كلب بأي منطق إيه لازمة الكلب يعني خلاص بيحرصهم مش منطق مش منطق إن إحنا نصدق إن هذا الشيء موحى به من الله إيه تاني كمان إنه أقدم قفارة عن الموتة ليحلوا من خطاياهم ودي تعليم ضد تعليم الكتاب المقدس إن من هو طاهر فليكن طاهر ومن هو نجس فليكن نجس بعد ده إن فيه فرصة تاني بعد الموت إن الأشخاص أو الكنيسة تصلي الأجل الميت والعطاءات والصدقات اللي بيدفعوها أهل الميت تحسب لهذا الإنسان الميت كانت الكنيسة محتاجة تثبت حاجة زي كده لكن ملقتش في الأصفار القانونية فراحت إلى الأصفار الغير قانونية اللي هي المزيفة واعتبرتها أصفار قانونية إيه تاني كانت بتنادي بتعليم غريبة ضد الكتاب المقدس مثلا كانت بتقول إن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا هل اللي بيمحو الخطايا هي الصدقة؟ فلوس اللي معاه فلوس ويدفع صدقات أكتر خطيطه تتمحي أكتر؟ ده أي تعليم اللي بيقول كده في الكتاب المقدس ربنا ما بيقولش كده بيقول إن الدم المسيح هو اللي بيتهارنا من خطيطنا مش الصدقات مش الفلوس اللي إحنا بنتفعها مش الأعمال الصالحة اللي إحنا بنعملها هي اللي هتهارنا من الخطايا من الحاجات المهمة أيضا في هذه الكتب كتاب هذه الكتب لم يدعوا إنها من الله أساسا تخيالوا كده؟ يعني إحنا نشوف مثلا كتاب الأنبياء بيقولك هكذا قال الرب قال لي الرب وحي الرب أي شيء يدل إن هذه الرسالة جاءت من الرب في الأصفار الأبو كريفة الأصفار الغير قانونية التانية ما فيهاش الكلام ده أبدا ده بل فيها العكس تعالوا هقرأ معاكم مثلا من سفر الميكابيين التاني آخر السفر شوفوا الكتب بيقول إيه عن كتاباته اللي المفروض هي موحى بها من الله شوف بيقول إيه بيقول هذه الكلام فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي بيقول لو أنا أصبت يبقى كويس لو أنا كنت مؤثر في كتاباتي يبقى أنا عملت اللي علي هل فيه واحد بيكتب وحي من الله بيقول إن كتاباتي ممكن يكون فيها تأثير اللي بيكتب وحي من الله بيكون عارف إن ديه الرسالة بتاعة ربنا ده كلام كامل لأنه الله كامل ولا يعطي شيء ناقص أبدا ولكن كاتب سفر الميكابين التاني الأول والتاني مع بعض قال بكل وضوح إن أنا مش عارف هل الكتابات اللي عندي هل هي كاملة أو غير كاملة يبقى إزاي على أي أساس وضعت هذه الكتب محل ثقة وإنها كتب معترب بها قانونيا أو موحة بها من الله مش كده وبس ده كمان لو إحنا رجعنا وشفنا هللاقي ليه اليهود رفضوا مثل هذه الكتب ها؟ إحنا قلنا الحلقة الماضية أن اليهود رفضانها طيب ليه رفضوها؟ رفضوها لأنها أساسا لم تكتب باللغة العبرية أساسا لم تكتب باللغة العبرية ولكن كانت باللغة اليونانية يمكن كتبت بالعبرية الأول وبعد كده ترجمت اليونانية ولكنها ما قامش بتجمحها الكاهن عزرع بعد ما رجع من السبي البابلي كان مسئولية الكاهن الكاهنة عزرع والنحمية أن هما يجمعوا مثل هذه الكتب ويعملوا نهضة في الشعب عشان يجمعوا الطورة والكتب المقدسة ويحفظوا أمتهم وتعالمها المباركة المقدسة من الكتب دي كان الوقت ده لسه ما فيش حاجة كتبت من هذه الكتب لأنها كتبت فيما بعد بعد ختام الوحي مباشرة أو بعديها بمسافة يمكن في حدود مئة سنة طيب إذا كان الكتاب المقدس اللي هو العهد الأديم في الوقتها كانت جمع يبقى إزاي بعد كده نقبل الكتب اللي كتبت فيما بعدها بالتأكيد لا لأجل ذلك أحبايا أنا بشجعكم تمسكوا بكلمة الرب ولو حد جيه وقال لك إنه كتاب هو الكتاب الصح هل ده ولا ده قل له لا أنا عارف الصح فين هو ده الكتاب اللي مفهوش أي زيادة مفهوش أي حاجة بتخلي الإنسان يشك في كلمة ربنا الأصلية الكلام اللي متفق مع بعضه اللي مفهوش غلط في حد ذاته ربنا يدينا النعمة ويدينا بصيرة ولإلهنا كل المجد أمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة